الخبر اول اللي عادنا عن قمر الطاي وليش هي قاعدة تتهجم ونفس الوقت هي الزعلانة من الجمهور العراقي في قمر الطاي نزلت هذه السوري على حسبها بالانستجرام كانت وفاة حبثوا الداحشة عن طبيعتي واي شي يجيب راسي اهبدة التعليقات بالتوك توك حط التعليقات اللي يجبوا عليها ويسبوها في ردت عليهم ما ليش اني ما احب الرد بس لحظت ان التعليقات السلبية عليها دائما من الجمهور العراقي وطبعا مو الكل هم فئة من الناس اللي ما عادهم لها شغلة ولا عملة بالنشي ينتقدون العالم لنفترض انه انا متصنع انتو شا عليكم تقدرون تسوون السكيب وما تشوفوني لو تطلعوا ان الامراض النفسية مالتكم وحالتكم النفسية اع من صدق تفشلون بعد الردت بهذا الترك اتبع عليه والمشكلة افوت تلقاهم من سويلي فولو يعني شنو هالتناقض روحوا وتعالجوا والله نازمكم منوضح انه قمر الطايف فعليا هي ضايتهم القهرة من الجمهور العراقي جمهور بلدها اللي ديتهجمون عليها فكتوني حبايب الكومنتات هل استحقتها التهجم وش رايكه ومبردها الروح حاليا انه اسامة مروه وعيد ميلاده فاليوم يا حبايب هو عيد ميلاد اسامة مروه فكلام تخير اقبال مليون سنة يا رب وطبعا نتسن يا حبايب انه تعيدوا بالكومنتات على عيد ميلاده ولنه انه ما بس يا حبايب انه حاليا صار عمره 25 سنة نروح حاليا الام نارين بيوتي وصلح ثباب الانستجرام للخمسمائة الف متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال المليون يا رب وطبعا لتسنة يا حبايب انه تعيدوها بالكومنتات وتباركولها على هذا الانجاز نروح حاليا الى احمد ابو الربا من ثلاثة شاعات انه هو راح يزوج صبا واليوم خطوبتهم والمتابعي صار يباركوله فهو راح نزل هذا الستوري قاتب عليش تباركولي واعلن بهذا الستوري انه راح ينزل مقطع اليوم على الساعة بثمانة تقريبا راح يكون به فيديو ناري يا حبايب فكتبنا بالكومنتات شون تقول راح يكونوا عبارة عن خطبة او لا واروح حاليا القمر الطائل اللي علنت انه راح تنزلنا مقطع اليوم راح يكون به المفاجأة نارية اللي صار لها ايام جهزتنا اياها فنزلت هذه الصورة بالمنتدى وكتب عليها انه راح ينزل فيديو الساعة بالاربعة واضح انهم ها كانتوا اياها ودي قاعدة توداحها ودي تبوسها فكتب او احبابي بالكومنتات شكتبت حمسين لهذا المقطع اروح علي النور مارو تنزل لهذا السوري دي علمي خلال المقطع الخرافي اللي راح نزله للمفاجأة اللي راح نزلنا باتر يوم السبت فكتب علي الكومنتات شو توقعاتكم لهذه المفاجأة واكون راح تقوم للسوري شوفو لا عليكم العيني من دمعة بس راح تعرفوا يوم السبت ان شاء الله بالفيديو يوم السبت على القناة الاساسية في فيديو الساعة 4 اما بالنسبة اليارة يا حبايب في نزلت هذه السوري دي علمي عن المقطع اللي حتنزل اليوم الساعة بالاربعة حطت البرومو من عدة شاندة هبتشي بي طب حتى ما توقع الفيديو هو عبارة انه خطفة والقطة مالتها فلاذا هي بيتشت يا حبايب عليكم ان راح اضعكم الستوريات مالتة دي علمي عن الفيديو اللي راح ازعكم اليوم الساعة بالاربعة شوفوا الستوري جماعة بحكي شادي حاليا الفيديو خلص اكتر فيديو حساس راح ينزل على القناتي هذا الفيديو بكيت فيه كتير 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 ممكن انتو يكون لقيكم بالنسبة موضوع بايخ ولكن لو تكون محلي كنتو حسيتم بالاحساس اللي انا كنت حاسستو انو شي غالي كتير كتير عليكم وكبر معكم وكل شي واخير شي فجأة بسمانة فقدو وبالختم عن سيامندو رده اذا هو فعليا خال نارين بيوتي او لا يعني اقرابلها فبهذه المقابلة اللي سواها المذيعة سألتها انو هل انت خال نارين بيوتي فهو رد انو ياب هو خال نارين نحطوكم اللقطة وشوفوها هلأ ذكرتني بسؤال كتير تردت كمان اللي هو خصه بنارين عم يسألوا اذا انت خالة هل هالشي مظبوط ولا لا مفخرف للناس هلأذبك تم بيدي شجرة العيلة شجرة العيلة خصيصا يعني بظن شيرو حكب للمرة انو انا بكون خاله فانارين او اكيد يعني اخت شيرو فاكيد انا بكون خالة لانارين نحن عائلة وما منحب بيكون في بيناتنا شو فانتنا احبوها بالكومتات هيتش تعرفون هذا الشي او لا احبكم وبس مع السلامة موسيقى